اشتركوا في القناة وقالت المنظمة في نشرة الانذار المبكر الارصال الجوية الزراعية التي اصطرتها الخميس ان عودة الموسم المطبي هذا العام سيتميز بزيادة حضور الانظار في جميع نحاء البلاد يجب ان تستعد المرتفعات لانظار غزيرة وفيضانات مع بداية الاسبوع المقبل وحتى العاشر من ابريل الجاري 2024 اضافت النشرة ان التوقعات وحتى نهاية ابريل الجاري تشير الى زيادة حضور الانظار مع خضر استنفار الفيضانات الكبرى واتساعها عبر المحافظات الاخرى في البلاد ومن المرجح ان تؤدي هذه الزيادة مقارنة بالاشور السابقة الى حدوث فيضانات متفرقة في المناطق الاكثر عررة للخضر والتي تقع عند سفح الملحدرات الشديدة وعلى طول الاودية الرئيسية مثل رماح وزبيض ومور وبناء واوضحت انه من المتوقع ان تصل ضروة هضور الانظار الى ما بين 100 الى 150 ملي متر في محافظات اب وذمار وعمران وصنعاء كما سيؤتي بعض الارتفاع المفاجئ في هضور الانظار في الجزء الشرقي من البلاد 20 الى 40 ملي متر الى عواصف ما قد يسبب فيضانات محتملة في بعض المناطق الاكثر عرضة للخضر مثل محافظة حضربوت ودعت الفاو الى تنفيذ خطط الطوارئ وتجنب التعرض للخضر حيث ان الطاكس العاصف سيزيد من المخاضر الجسيمة على الارواح وتعضيل سبل العيشة الزراعية والقضاعات الاخرى مثل الصحة والمياه والصرف الصحي والوصول والاتصالات كما قد تتأثر المزارع والتربة بشدة بمياه الفيضانات اشكركم على حسن المتابعة والاسراء ولا تنسوا الاعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى موسيقى